السلام عليكم ومرحبا بكم متابعين الكرام على قناة اسكندرتاك في هذا الفيديو سأقوم بشرح مشكلة تقييد إعلانات AdSense على موقعك أو في المدونة الخاصة بك وخاصة طريقة حلها وتواصل مع AdSense بطريقة صحيحة عبر النملج التي تقدمه للذين يواجهون هذه المشكلة لكل من مشترك مع AdSense ربما قد تواجهوا هذه المشكلة ولا يعرفوا طريقة التعامل معها فنحن نعلم أن هذه المشكلة يعاني منها الكثير من أصحاب المواقع والمدونين سواء كان ذلك في منصة بلوكر أو ويرد بريس أو أي منصة أخرى لإنشاء منها المواقع التي يتم ربطها مع شركة AdSense من أجل عرض إعلانات وتحقيق الربح منها خاصة أن أغلبية المدونين ومالك هذه المواقع أو المدونات يجهلوا سبب حدوتها أي لا يعرفون ما هو سبب اختفاء الإعلانات سواء كان تقييد أو توقف لدهورها حيث يكون هذا الأمر مفاجأ لأنه لا تكون هناك أي تنبيهات لإخبارك أن موقعك به مشكلة وإلى غيرها بعدها يصبح رد الفعل مدون أو صاحب الموقع غير عادي ومتعصب وخاصة إذا لم يجد حلا لهذه المشكلة فبالنسبة لأسباب تقييد إعلانات أو توقف عرضها يتم هذا التقييد لوجود أسباب خاصة لكي لا نطلع عليكم بالموضوع كما شهدنا هذا يحدث بين الخبراء والمحترفين سوف تتيح لك معرفة أن المشكلة تتعلق بالزيارات المزيفة أو مطلقة عليها بالزيارات الغير شرعية خاصة أن هذه الزيارات الغير القانونية التي تأتي إلى المدونة الخاصة بكامل مكان واحد أي يكون التوجيه مثلا من أحدى المواقع التواصل الاجتماعية فقط كالفيسبوك وغيرها خاصة للذين يقومون بعمل ترافيك من الفيسبوك وليستهدفون محرك البحث جوجل فإن جوجل ترغب من أصحاب المواقع أن يستهدفوا حركة المرور من محرك البحث الخاص بها أي تكون نسبة أعلى للزيارات من جوجل وكذلك من مختلف مواقع الويب والمواقع الاجتماعية وهذا الأمر ما يعجبه ويحبه محرك البحث جوجل لأنه يرى الموقع الدم صداقية ويزيد كذلك في رفع مستوى موقعك في محركات البحث ولربما حتى تصبح تنفس أكبر المدونات أو المواقع والآن سنتطرق لحل هذه المشكلة وذلك بملأ نموجه لتقدمه AdSense فستجدون رابط أسفل الوصف كما تشاهدون هذا هو نموجه تعليقات تعليق الحسابات على AdSense هنا هنا تكتب الإسم أي لقبك هنا أعمل البريد الإلكتروني لجهة الاتصال الذي فتحته بحساب AdSense هنا تكتب بالجيميل ثم هنا رقم تعريفي للنشر في AdSense يحضر هذا الرقم وتذهبه على حسابك على AdSense يجده هنا في اللينك كما تشاهد هنا هذا هو تقوم بعمله نسخ ثم تعوده هنا وتلسقه هنا هنا هل تعرف مسبب تعليق حسابك؟ تضغطه على لا على مقياس من 1 إلى 5 ممدى معرفتك ببنوط خدمة AdSense تختار هنا خمسة ثم بعدها على حد علمك هل تهكت ببنوط خدمة AdSense من قبل؟ تضغطه لا على مقياس من 1 إلى 5 ممدى فائدة بارد الإلكتروني الذي تسلمته بخصوص تشخيص المشكلات ذات سيرة وحلها من خلال جودة الزيارات هنا تختار رقم 2 أو 3 أنا أختار 2 أفضل على مقياس من 1 إلى 5 ممدى فائدة مركز المساعدة في تشخيص المشكلات ذات سيرة وحلها من خلال جودة الزيارات هنا اختار رقم 5 ثم بعدها هنا المعلومات التي كانت غير واضحة تختار ما المدة التي سيستغرق في تعليق حسابي ومتى سيب أو موقعي أو مواقعي في عرض إعلانات مجدداً وتختار أيضاً هل يمكنني طلب مراجعة التعليق هذا هم ثلاثة كما تشاهل الاثنين الأوائل وهنا الرابع ثم في الأخير هنا يرجى تقديم أي معلومات تعتقد أن هذا تصير بتعليق حسابك بما في ذلك أي مصادر زيارات أو عملية تنفيذ إعلانات أو تحليلات التي تعتقد أنها قد ساهمت في نشاط غير صالح هنا تكتبوا هذه الرسالة هنا سأترك لكم الرسالة في الرابط أسفل الفيديو في الوصف وستجدها أيضاً باللغة بالأجنبين أيضاً ثم تضغطوا على إرسال وفي الأخير أرجو أن يكون الموضوع قد أفادكم ولا تنسوا الضغط على لايك والاشتراك في القناة تتواصل بكل ما هو شديد نضعه على القناة وبالتوفيق اشتركوا في القناة